في حد بيقول ليه ربنا يسمح ان طفل زيار يتحرم من امه او بنتي تتحرم ان يكون لها شريك حياة او على هذا النمط يعني حقيقة الله يحب لنا كل الخير يحب لنا كل الفرح لكن بيحصل ظروف طبيعية يحصل فيها كوارث يحصل فيها ازمات زي كده فاحنا دورنا مش نقول ليه ربنا سمح بكده دورنا ان احنا نتعاطف ونساعد بعدنا بعد ومش دورنا ان احنا نوعز يعني وقت الازمة علينا ان احنا نطبطب ونعود يعني الطفل يتحرم من مامته لازم نوجد له المكان والظروف اللي تخليه يتربى احسن تربية احسن من لما كانت امه موجود لابد الناس اللي فاتح بيوت لخدمة الايتام يتخدموا خدمة احسن من اهليهم لان دي مسئولية قدام ربنا والطفل يشبع بالعاطفة ويشبع بالحنان ويشبع بالقبوة ويشبع بالامومة علشان دي مسئولية قدام الله احنا مسئولين عنها والكنيسة مسئولة عن هذا واي انسان في احتياج المريض الحزين المكتائب المصاب لازم احنا نتكاتف ان احنا نساعد بعضنا بعض وبعدين برضو كلمة نساعد مش معناها ابونا بس ولا سيدنا بس لان فيش حد فينا يقدر يغطي العالم كله الى ربنا فاحنا نساعد مع بعض كل واحد يساهم ودي عاملة زي الكلمة اللي قلتها في وشية القرابين هناك عطاءات كثيرة الطبطبة دي عطاء الابتسامة الاحتضان بالنسبة الانسان محروم او مصاب او متأزم كل عطاء بتديه لابد ربنا هيكافئ